السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل الفورلوب لتكرار كود بالنسبة للسنتاكس نبدأ بكتابة for ثم بين قوسين عنا three steps initialization, condition وincrement بالنسبة للإنيسياليزاشن سيقع تطبيقها مرة واحدة في بداية الفور هذا الشرط يمثل شرط التوقف عندما يصير الشرط خاطئ سيتوقف الكمبيوتر من تنفيذ محتوى الفورلوب والإنكريمانت هذا الكود سيقع تنفيذه بعد نهاية محتوى الفور كل مرة ننفذ محتوى الفور الكمبيوتر يعود للإنكريمانت إذن هنا عنا محتوى الفور body of the for loop لو أردنا أن نشرح الفور باستعمال رسم بياني الكمبيوتر يبدأ بإنيسياليزاشن تنفيذ الإنيسياليزاشن ثم يتأكد من الشرط الكونديشن اللي هي هنا لو كانت هذا الشرط صحيح الكمبيوتر ينفذ محتوى الفور اللي هو هذا ثم يروح لي الانكريمانت الكود الموجود في هذا المكان بعد أن ننفذنا الانكريمانت الكمبيوتر يعود لي الكونديشن أو الشرط لو كان الشرط صحيح إذن يكرر كل هذه الخطوات لو كان الشرط خاطئ الكمبيوتر يخرج من الفور ويننفذ ما بعد الفور هنا مثال استعمال الفورلوب هذا الكود يقوم بتعريف متغير كاونت داخل الفور الانيسياليزاشن تتمثل في وضع القيمة واحد للكاونت الشرط الكونديشن كاونت أصغر أو يساوي ثلاثة والانكريمانت تتمثل في إضافة واحد للكاونت نغير قيمة الكاونت محتوى الفور يتمثل في تباعة قيمة الكاونت لو نفذ الكمبيوتر هذا الكود إذن سيقوم بتعريف متغير كاونت يضع القيمة واحد داخل الكاونت ثم ينفذ الشرط هل الكاونت أصغر أو يساوي ثلاثة نعم بما أن الشرط صحيح الكمبيوتر سينفذ مباجرة محتوى الكاونت محتوى الفور وسيطبع كاونت واحد ثم يروح للانكريمانت يضيف واحد للكاونت بعد الانكريمانت نروح للشرط هل الشرط مازال صحيح؟ نعم لأن ثلاثة دائما أصغر أو يساوي ثلاثة لذلك ينفذ الكمبيوتر محتوى الفور وسيطبع القيمة ثلاثة لأن كاونت يساوي ثلاثة الكمبيوتر يعود للشرط هل الشرط مازال صحيح؟ نعم ثلاثة أصغر أو يساوي ثلاثة لذلك الكمبيوتر سيطبع القيمة ثلاثة ثم الكمبيوتر يروح للكاونت بلاس بلاس صار الكاونت يساوي أربعة هل أربعة أصغر أو يساوي ثلاثة؟ لا الشرط هذا صار ليس متحقق إذن يخرج الكمبيوتر من الفورلوب وينفذ بقية البرنامج ملاحظة في الانيسيليزايشن بإمكاننا أن نعرف المتغير نضع قيمة للمتغير واحد لكن أيضا عرفنا المتغير مثل هذا إذن الكود اللي في الأعلى بإمكاننا أن نعويضه بالكود اللي موجود تحت هنا مقارنة بين الفور والوايل هنا كود باستعمل الفور هنا كود باستعمل الوايل هذا الكود وهذا الكود اللي على اليمين وعليسار سيعطو نفس النتيجة سنحاول أن نقارن ما هو التشابه بين الفور والوايل نلاحظ أن الانيسيليزايشن في الفور موجودة هنا بينما بالنسبة للوايل الانيسيليزايشن موجودة خارج الوايل الشرط condition الانستركشنز أو محتوى الفور إذن هو هذا هنا عنا محتوى الوايل الانكريمانت موجودة بين القوسين للفور هنا بالنسبة للوايل الانكريمانت موجودة داخل الوايل ترجمة نانسيليزايشن